والمشاهدين أصل بكم إلى ملفنا لنقاش خلال هذا الموعد الإخباري والمتعلق دائماً بالشأن السياسي وتشريعية 2017 فمع بدء العد العكسي لتشريعية 2017 يكثر الحديث حول مدى مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية فهاجز العزوف الانتخابي يظل من بين المخاوف التي تخشها الأحزاب السياسية وكذا المقاطعة الواسعة لأصوات الجزائريين على الرغم من الحملات الانتخابية التي تقودها الأحزاب المشاركة فهل ستصنع تشريعيات 2017 الفارق من حيث مشاركة الناخبين هذا ما سنحاول الإجابة عنه والنقاش خلال هذا الموعد الإخباري ونسعد باستضافة السيد عمر الخيلة المحلل السياسي مساء الخير سيدي مساء الخير أهلاً وسهلاً أهلاً بك بداية سيد عمر الخيلة على مقربة من هذه الانتخابات التشريعية تشريعية 2017 يكثر الحديث حول هذا العزوف الانتخابي هل سيشارك الناخبون الجزائريون ويبدون بأصواتهم خلال هذه الانتخابات طيب في اعتقادك لماذا الناخب الجزائري لا يثق في البرامج الانتخابية لأغلب مرشحي الانتخابات البرلمانية هنا في تقدير المسألة ليس مسألة ثقة وعدم الثقة في برامج الانتخابية لأنه بكل موضوعية ما زال ما الأحزاب السياسية بدون استثناء لم تبلور برامج تتجاوب وتطلعات المجتمع في تعزيز الحريات في تعمق الحريات في بناء دولة القانون والاستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية الإشكال بالنسبة لي يطرح فيه أكثر من سبب السبب الأول هو النظام الانتخابي نظام الانتخابي لما نعمل بالقائمة الاسمية مش القائمة النسبية لو جئنا نعمل بالقائمة الاسمية اللي كنا نعمل بها في عادل حزب الواحد تكون ترفع نسبة المشاركة السر الثاني هو أنه ضبط القوائم الانتخاب المترشحين هو ليحدد نسبة المشاركة لماذا؟ أنه المراجعة لهذه القوائم الانتخابية لا لا قصدي لما تكون قوائم المترشحين التي تخرج عن الأحزاب السياسية وتم اعتمادها وتقدم للرأي العام لما تكون تعكس البناء التحتية لموجودة الأحزاب وتتجاوب مع الطموحات المناظرين بالنسبة للأحزاب تكون فيها مساهمة ولكن أنا دعيني أقول لك بالمرة هذه ممكن جدا إذا كان فيه جيعة راح ترفع نسبة المشاركة هي ممكن القوائم الحرة لماذا نقول قوائم الحرة؟ لأن القوائم الحرية تنضبطها بالتراضي بين الموجودين هل ستكون ورقة رحبحة في هذه الانتخابات إذا تحدثنا عن قوائم الحرة؟ نعم ستكون لماذا نقول لماذا؟ لأنه في مقابل ما تعد الأحزاب وأنا أقول لك على دراية بالموضوع هذا الأصدار لموجودة في مقابل الأحزاب التي تعد في قوائمها ودير السيس باس وكين ساعات وكين حديث وكين تقديم مترشحين مفترضين إلى غير ذلك لو في عمل آخر يجري على مستوى قواعدها بتحضير لقوائم حرة تكون منافسة للقوائم الرسمية التي تقدمها الأحزاب السياسية مسألة العزوف الانتخابي اللي يجب أن نتفق على حاجة بللي ما كانش من ناحية القانونية نسبة معينة للقوم بأن هذه الانتخابات سليمة ومقبولة ولا لا تقدر تكون نسبة المشاركة حتى عشرين في المياه لم يحدث وقت سجلت عشرين في المياه بالجزء لكن تقدر تكون نسبة المشاركة 20% والانتخابات مقبولة ومقبولة نحن الآن في السنوات الأخيرة لم نتجاوز ناش اعتبت 50% من القائمة الانتخابية في عدد المشاركة في الانتخابات ولذلك كان عوامل كثيرة للتحكم في مسألة العزوف الانتخابي أو في مسألة الإقدام هنا يأتي دور الإعلام يأتي دور الأحزاب السياسية نعم في مدى التجنيد وتعبئة الناخبين حول قوامتها لا يكتفي بالأسرة المترشح لأنه ندركها لكثير من الناخبين تبدون على العاشية أو القبيلة أو غير ذلك في أنها تجيبها لك الحمياء وتشارف الانتخابات لا لازم يكون الناخب كناخب على دراية بهذه المسؤولية التي توكل إليه بالضبط أنه صوته هو لرح يصنع الفارق خاصة إذا حدثنا أستاذ عامر الخيلة يعني عدنا على المقاطعة إذا تحدثنا عن الشباب نجد أنه حوالي 60% من الهاء الناخب الشباب يعني كيف بإمكانهم أن يحدثوا الفارق وبإمكانهم أن يحدثوا الفارق في هذه الانتخابات التشريعية حوالي 60% شباب أكيد أنه شباب اليوم رح يتطلع إلى أوفق جديدة هو يرغب في أنه نواب البرلمان رح ينمثلوه في البرلمان توفر فيهم الشروط تتماشى مع متطلباتهم مع المتطلبات الجديدة وسارية على أرض الواقع النسبة لذكرتها تعكس تركيبة السكنية للمجتمع الجزائري مجتمع الشاب يبقى بكل موضوعية عندنا مدى الشأن العام ما كانش موضوع اهتمام متاع الشباب ولماذا ما كانش موضوع اهتمام لأنه ما فيش عمل في وسط الشباب هذا من طرف الفعاليات السياسية من طرف المجتمع المدني من طرف الأحزاب السياسية لا يتوقف لاحظوا الآن عن مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فيه تفاعل متاع الشباب بالقضايا العامة للمجتمع تتفاعل معها بالضبط فيه تفاعل حتى أن الحزاب السياسي ممكن تفطنت إلى هذا الفترة أنه فيه مجموعنا الحزاب السياسي رهي تقود بحملتها الانتخاب يعني مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط ولكن القول بأنه من ربع من العشرين فما فوق لا التشريعيات لا يحق لأي شاب لم يصل ثمانية وخمسة وعشرين سنة أن يكونوا مترشحا من بين الشروط أن يكون خمسة وعشرين ولذلك كل ما كان فيه إمكانية حضور الشباب في القوائم الانتخابية لا أن يكون مجرد خطاب سياسي مجرد مغازلة انتخابية للشباب أن يكون الشباب هذا فعلا موجود في القوائم الانتخابية وتأكدي بأن الشباب لما يوجد أمثالهم ويوجد أندادهم موجودين في القوائم سيتحمسون تكون هناك إطمئنانيا نوعا ما يقول لك صوتنا ممكن أن يصل بذر إطمئنان أولا ثانيا الشباب عنده علاقاته عنده اتصالاته فيما بينها يلعب دور في رفع نسبة المشاركة وتكون مسامة على الشباب في ممارس هذا الحق الدستوري هذا الحق القانوني والواجب القانوني لا ننسى بأن ممارسة الانتخاب في الجزائر حق وواجب أو شي حق فقط هو حق مبدئيا هو حق لكن هو واجب من بينهم لكن طبق القانون الجزائري هو كذلك واجب فإذا كان فيه الشباب يحب يطلع لمستقبل أفضل وللتغيير لأنه غاية الشباب دائما هو التغيير هو رفع المشعل هالمشعل هذا ما انتركه شيء يطفع ولكن لازم الأحزاب السياسية وقيادات الأحزاب السياسية ماشي تكتفي بالحبلة الانتخابية لأنه في كثير من الأحيان يعني أستاذ عمر الخيلة لهذا الشباب الشباب الجزائري اللي تقول لك إذا مشينا هل ستدلي بصوتك أثناء في مرحلة هذه الانتخابات التشريعية يقول لك في البداية يتم استغلالها من طرف الحزاب السياسية كوقود لهذه الحملات الانتخابية لكن عندما يصلوا إلى قبة البرلمان يشوفوا بأن هذه المشاريع والحملات الانتخابية اللي كانوا يقودوها مجرد شعارات يعني تبدأ المصلحة المصلحة الخاصة بعيدا عن المصلحة العامة يعني هذه ذهنيات هل تعتقد بأن المجتمع والتراكمات اللي حتت في سنوات الأخيرة جعلت أن المواطن يعني يفقد الثقة نوعا ما في منتخابية وحتى في برامجهم في كل شيء هنا تأتي مسألة الحملات الانتخابية ومضمونها تتوفر على معايير معينة للأسف الكثير من الأخوة لما يتقدموا في حملات الانتخابية قدموا واحد الوعود ويمشيوا يلعبوا على عواطف للناس القرى والمداشر والأحياء المسحوقة والأحياء الهامي يعني يقدموا واحد الوعود اللي ليس من مهام النائب نائب المهمتان ويضمن توازن تأتي الشريع ليستجيب لحاجيات المجتمع ولكن أنه قدموا وعود انتخابية معسولة تنتهي ينتهي الأثر تاحة بمجرد وليست معقولة ليس مطلوب من المترشح أن يعيد الناس بالسكن والانتخابات شريعية ليس مطلوب أن يعيدهم بالشكن ولا أن يعيدهم بالعمل ولا أن يعيدهم بكذا ولكن ما سبقه أنه كذلك بعض يعيد باللي كل ناس عندها حق سجل في الدكتورات الدولة وكل ناس عندها حق سجل في الماجستير ممكن اللعب على الملفات لتثير النقاش مجرد بقيت في خانة النقائص بقي على الطبقة السياسية الآن أن تدرك حاجة بأنه هذا الشباب اللي لا يتخاطب فيه ما بقى الشباب بتاع فترة سابقة هو شباب الآن يتلقى من ناحية الإعلامية والمعلومات أكثر مما يتلقى هذا رئيس الحزب أو المترشح ورأوا رأوا محين في المعلومات تاوي رأوا مسائر المتغيرات التي رأي موجودة ورأي يعطي أنثلة وقارن بين السياسي الجزائري وخطابه وما يسمعون في بقى دول العالم ليتمنى بليتكون قدوة كذلك ويوصل للمجتمع التانى لما وصلت إليه هذه المجتمعات من خطاب متزن من خطاب مبني على معطايات مبني على معطايات مبني على معطايات حقية وليست وهمية ليست مرامج وهمية يعني بعد نهاية هذا الموعد تضمحل طيب كذلك هناك نقطة أخرى نجد كذلك بأن السلطة تبذل الجهود لأقناع الناخبين بضرورة التقدم لما كاتب الاقتراع أنها تبدي بصوتها يعني خاصة إذا تحدثنا مؤخرا أنه رئيس بوتفليقة يعني دعا الجزائريين الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع أنه يثبت نفسه يثبت صوته لكن هل تعتقد بأنه هذا العزوف بإمكانه أن يعالج بسياسة حكيمة تكون سياسة حقيقية تكون هناك ضمانات حتى الفرد والمواطن لما يدلي بصوته هو على دراية بأنه ما بعد المرحلة ماذا سيتضمن هذه المرحلة القادمة دور السلطة التنفيذية أنها تحث المجتمع بصفة عامة على وجوب التفاعل والمشاركة الواسعة يبقى مسألة اللي رأي مسألة المطروحية كيف نعمق الثقة كيف نعمق الثقة لماذا؟ لأنه لا ننسى بأنه هذا الشاب وهذا المواطن هذا الناخب رأوا عرضة لمادة إعلامية كبيرة مادة إعلامية رأوا غازية يعني عابرة للحدود عابرة لذلك ينبغي كيف نربطه هذا المواطن بخيارات معينة نربطه بالثقة اللي لازم نسترجعها في المجتمع وفي نفس الوقت عن المنتخب أن يعطي صورة حسنة عن دور تهو عن المنتخب أن يرتبط ارتباط وثيق بناخبه أن لا تنتهي علاقة بين الناخب والمنتخب بمجرد على النتائج سواء لو كنا الآن مشكلة نعانيه بعد موجود ظاهرة النضال يعني الانتخابات بالنسبة لنا الانتماء للحزب أصبحت فكرة الحزب مرتبطة بالانتخابات بينما المفروض بالحزب هذا رأوا موجود في المجتمع رأوا يتفعل مع المجتمع رأى المجتمع عنده صورة عليه ليس من الأجدر أنها ترتبط بمحطة معينة فالانتخابات الشرعية مشلب ولابد أنها تكون محطة سياسية توقع حضورها ومن ثم الأمور تسير كمان هذا يتوقف على وجود قناعات نضالية على وجود قناعات لدى المترشحين مبادئ أفكار يميز الناخب أحيانا الأغلبية ساحقة ما عندهم قائمة محددة ما عندهم برنامج معين ولا تنظيم معين ولا حزب سياسي معين هم ينتظرون ما يقدم لهم المادة في الحملة الانتخابية ما يقدم لهم من أشخاص اللي هم يعرفوهم في الشارع ويعرفوا حرص اللي لازم أنا لماذا نقول بأن لما تظهر القوائم المترشحين يمكننا عندها من خلال ردود الفعد التي تسجل على مستوى كل دائرة انتخابية اللي هي المحيطة الولايات عندها يمكننا نقول إذا كان فيها رضاء قواعد الحزبية والروافل تعلق الحزب السياسية بالقوائم اللي موجودة نمكننا نتوقع بالمشاركات تكون واسعة رغم كل تحديات وإذا كان في غاليان وفي عدم رضاء وفي مكداء كذلك القلوب اللي راح تأثر به نسبة المشاركة لأن نسبة المشاركة ليس قارة هي متغيرة متغيرة على حسب الظروف على حسب الظروف التي تجري فيها طيب في شقنا الثاني كذلك نبقى دائما مع الملف السياسي أستاذ عمر الخيلة نتابع هذا الموضوع مع اقتراب حلول عهدى برلمانية جديدة عاد الحديث امتيازات متابعة في الموضوع مع مونة مالك ومن ثم نعود للنقاش يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ستغير الموازين في خضم سياسة شد الحزام التي ستلقي بظلالها هذه المرة على رواتب النواب فالمنح الخاصة بسكن الهاتف النقل والإطعام قد تكون في خبر كان مع برلمان 2017 الأجل قاعدة النواب في حدود 100 ألف دينار تقريبا 10 ملايين سنتيم ما يرفع الأجر النواب هي قضية تعويذات تعويذات الأمانة البرلمانية تعويذات تعويذات السكن تعويذات المسؤولية إذا حذفت هذه التعويذات فأجرة النائب الصافي تكون في حدود 100 ألف دينار في حين هناك من يرى أن النائب يحتاج إلى ميزانية وليس إلى مجرد راتب شهري نعلم أن النواب ليس لهم مكاتب ليس لهم مساعدين شريعيين النواب ليس لهم حتى وسائل الاتصال ما عندهمش وسائل الاتصال يستعملوا مكاتب منتع الزمالاءهم اللي يكونوا في الهياكل أو حتى مكاتب الموظيفين يبقى كذلك النائب لديه مهام على مستوى الولاية المداومة هذا النشاط المفروض يمول أنا نظن أنه رح نزيده في التعويذة اللي رح تعطى للنائب وليس رح نقصه فيها لأنه وهذا رح يكون إعادة توظيف الموارد لقاعدة في المجلس والتي لا نعلم من آلها وإن تصرف هذه الأموال التي يسرفها المجلس المنح هو العلوات والامتيازات التي استفاد منها ممثلو شعب في العهدات البرلمانية السابقة يبدو أنها ستنتهي بانتهاء زمن البحبوحة المالية طيب مشاهدين ملفنا الثاني للنقاش زمن البحبوحة المالية انتهى مطالبه بإلغاء المنح من رواتب نواب العهدى المقبلة عودة ليك مرة ثانية سيد عمر الخيلة ما قراءتك لهذا المطالب لا وإذن أن نكون على علم بأنه نائب عنده تعويضات أساسية اللي يسميوها أجر قاعدة كما ذكرت زمين محمد فادن هذه التعويضات تجاوز 240 ألف دينار جزائري كذا ذي ثابتة على حسب كذلك المكانة اللي موجودة النائب كالنائب العادي كالرئيس اللجنة كالنائب رئيس المكتب الأمناب لعضو المكتب إلى غير ذلك كالنواب رئيس لغير ذلك هذه الثابتة المتغيرة ما هي المتغيرة هي المنح والألوات التي تعطى واللي عددها بين 3 و 4 بما فيها علاوة السكن علاوة السكن نتالى الظروف وليكون نواب جهة من مختلف جهات البلاد واهتدى المجلس بعد ما كان يستكنهم في سكنات خاصة بالمجلس اهتدى إلى صيغها معينة وهي التعويضة قدرها الآن ما هنقوله بأن النواب الأرجل القاعد التاحم 100.000 دينار جزائري يقولوا لا ما يشي 100.000 دينار جزائري وأن النائب يحكم كذلك قانون اللي هو القانون الأساسي والتعويضة التي تمنح للنائب كالسلطة تشريئية رأي ما تختلفش عن التعويضة التي تمنح للسيد العضو للحكومة كذلك في السلطة في التنفيذية وخاض على الاقتلياليزاسي والتحيين معنا لو يزيدوا للنواب اليوم وتنعكس مباشرة تنعل زيادة للنواب سابقا منذ المجلس التأسيسي ولذلك نقول بأن فيه الميز بين العلوات اللي هي حق ورأي موجودة قانون الأساسي ما تحكم فيها لا حكومة ممكن تخضع الحوار والتشاور بين الحكومة والبرلمان بغرفته ولكن في مسألة التخفيض ولا التقليل من المنح ولا إلغاء بعض المنح هذه إذا سرت تسريع للكل مش عن النواب فقط قال فيه في تضامن مجتمعي في الحالة هذه إذا اضطرت البلاد وإن تلحق سيكون هناك سيكون على الكل ليس عن النواب لأنها من نواب ولا أقدر سيكون على الكل يكون على هذا الحكومة يكون على القاضي يكون على ستشمل كل الفئات والهئات طيب سيد عبد الخيلة هل نواب العهد البرلمانية المقبلة يعني راح يكونوا مطالبين برفع المستوى خدمة لتطلعات المرحلة القادمة شوفي يكين ما قوله في علم الإدارة قول قيمة التنظيم بقيمة العناصر المكونة له في مقدمة هذه العناصر العنصر البشري خلينا يشوفوا تركيبك بالمناسبة أنا غير مترشح قول الكلام هذا أنا المرشح الذي لا يترشح يعني عندي عرض الترشح وقلت تسمحوا لي أنا درت جريباتك فيني خلينا يشوفوا التركيبة اللي راح تكون إن شاء الله تفرزها لعملية الانتخابية وعندها يمكننا ننظر وأكيد أنا لا يقين بينه إطارات بإمكانهم أن يصنعوا الفارق نعم كي ناس عدم تجربة في العمل البرلماني طيب سهلوا علاوات ومنح في هذا السياق لا لا الاستهلال لكل عضو في البرلمان بالنظر إلى المردودية وبالنظر إلى ما قدم البرلمان خلال العهدة خمسة سنوات لا لا على مستوى المجلس شعبي الوطني ولا مجلس الأمة فيه القائدة عامة ومجردها ما يشمر طبطة بزيد ولا عمار ولا بتجربته ولا بماذا هذا لما نجي للموضوح هذا نجي في مسألة التقاود إذا معاك الإنسان يدير عهدة في البرلمان ويخرج إطار سامي الآن لا الآن يدير عهدة ولا اثنين عندك الحساب الحساب كان مرسوم 1983 هذا المرسوم ما يقول يقول للإنسان ليخرج للتقاود كإطار سامي سواء في البرلمان ولا في المجلس الدستوري ولا عضو الحكومة ولا غيرها من السلطات يخضع للعملية حسابية عندك 2.5 على كل سنة في الوظيفة القضية عندك خمس نقاط على كل سنة قضيتها في البرلمان إذا كان عندك 60% ولا 70% بصرف النظر عن السن 70% ولا 80% تخرجون نقدر القلوب اللي يخرجون نواب للتقاود في إطار النظام الخاص في تقاود لإطارات السامية هما مش متساويين من حيث المنحات تقاود وعديد 8% وحتى 75% مش الإساء اللي يخدم 30 سنة كما الإساء اللي دار عهدى 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 ثاني فقط قبل عشر سنوات أو ثمان سنوات طيب أعتقد بأن حتى البرلمان هذا التفكير هذه الحسابات يخذها بعين الاعتبار عندما يأتي لخوض غيمار تشريعيات غيمار أي تشريعيات يقول لك أنا في زمن بحمو حملية ممكن أنا يقول بحمو حملية انتهت ممكن رح تكون هناك قوانين جديدة رح تضبط هذا النواب كيفية المنح والعلاوات هل هذه الحسابات رح يخذها أو يخذها النائب البرلماني قبل ما يترشح أنا كنت رأي ليسؤال هذا اللي يتفكر وشاني من حل آخر نقرأ في عنوين الإعلامية شوف مثلا الأحزاب هذو اللي معدهم مش ربعة في المياه وجوا في رسائل يعني هاجس ربعة في المياه ليخوفهم لا وجه في رسائل سيد الوزير الأول باللي يلغيها تقدم مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات هذا نعم وهنا مستحيل قبل الانتخابات مستحيل لن يكون منك أي تعديل ولذلك هنا الدراية والمعرفة بالأليات اللي تتحكم في عمل برلماني حقوقه وواجباته التأكدي باللي الأغلبية من المترشحين من لم تكون لهم سوابق بالوجود لا دراية لهم فاهمين حاجة وحدة باللي كين صالير ممتاز فاهمين باللي كين امتيازات باللي كين الحصارات باللي كين ولكن تقول له دي طائل والجزء لهذه الحقوق ليسوا على ديالي حتى بالقوانيف حتى نواب لا ينزلوش القبة تزيغوديو ستكون هناك تغطيات نائب لكنه لا يحضر كل جلسات يكونوا غايبين انظرنا هذه في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وما راح يلزمون لا راح تضبطوا هذا راوم منصوص عليه الدستور ولذلك الداخلي هذه الأمور التي تعلق بالتنفير التي تعلق بالحضور تعلناه إذا كان نائب من تقبول لا يفكر فقط في الإرادات المالية ويستنى غير نهاية الشعر ويجد هذا ثاني مسؤولية طيب سيد عمر الخيلة المحلل السياسي سعدنا كثير بهذا النقاش وجزيل الشك على كل ما قدمته بخصوص هذا الموضوع أكيد أنه الأيام القادمة راح تكون كلها تغطية لهذه التشريعيات تشريعية شكرا لك سيد عمر الخيلة